عزيزي المشاهد أني بقول كده أشرف أبلهول الكاتب الصحف الكبير ودي كان الطيفة كانت هي آخر من يعني يوافق على فكر التطبيع لكن فعلا إحنا إحنا عملنا تجربتنا بنفسنا هو خلي بالك من أكون بيه حتى الآن ليس تطبيع يعني بزبط يعني إحنا في مصر عملنا تجربتنا بالاتفاقيات لكن الشعب 40 سنة مفيش تطبيع بزبط بس أنت ممكن من خلال يعني من خلال سياسة الاحتواء إنت لما يبقى في عدد من الدول عندهم علاقات مع إسرائيل إنت بتقدر تضغط على إسرائيل تتفعل مائدة المفاوضات لما يكون فيه عدوان على جزة بتقدر تتفاول طب قبل ما أخش على الحتة دي لأنها طبعا بيت القصيد إذا كانت هذه الاتفاقات الإمارات البحرين السودانة وفي حديث عن عمان وغيره هل ده يسوب في مصطحة قضية فلسطينية ولا لا أنا عايز أستثمر علاقات حضرتك القوية بالفلسطين وأعرف منك صائب عراقات حالته حرجة أم لا مات لا هو حالته حرجة لكن ما ماتش زي ما التلفزيون الفلسطيني لا هو بص هو كان يعني قناة إسرائيلية أعلنت أنه توفى وبعد كده يعني المستشفى هداسة اللي هو بيتعالج فيها نفت حالته حرجة لكنها مستقرة وهو المشكلة بالنسبة له أنه غير السن هو زارع كلا من ثلاث سنين المناعة ضعيفة عفوا زارع رئة من ثلاث سنين زارع رئة زارع رئة من ثلاث سنين دمر التنفسي بالأصل وهو عنده دلوقتي تحت أجهزة التنفس الصناعي فالدنيا صعبة جدا 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 وربنا يعني يشفيه ربنا يرحمه لكن في ظل الوضع ده حصل حاجة قلب كل فلسطين رسام كاريكاتير اسمه بهاق ياسين محسوب على يعني على حماس هذا الرسام عمل كاريكاتير بيسخر من صائب عريقات ويعني بيتمنى أنه يموت فطبعا الناس كلها في حالة تعيجات أه وديء كبير جدا ومش متصورين أنه حتى الشماتة تبقى في الموت يعني هو يعني زكاة